اسم الدرس أتعرف ارتفاعات المثلث أستحذر أولاً أبني المستقيم كافنون العمودي على سينصاد في النقطة ميم والمار من النقطة ألف أحدد على المستقيم سينصاد قطعة مستقيم با جيم تكون ميم منتصفها أصل ألف بالنقطين با وجيم ما نوع كلاً من المثلثين با ألف جيم وبا ألف ميم الإجابة أولاً ثانياً ثالثاً با ألف جيم مثلث متقايص أضلعين أما المثلث با ألف ميم فهو قائم الزاوية في ميم أستكشف بمدرسة المنارة حوظ مثلث شكل مثله السيد حازم برسم أقصة أضلعه تباعاً بسنتيمتر 10.9.7.5 يريد السيد حازم تقصيمه إلى جزئين بجدار قصير يصل أحد رؤوسه بالظلع المقابل له فوجد نفسه أمام ثلاثة اختيارات ما هو أقصر جدار يمكن إقامته في كل حالة؟ الإجابة أقصر جدار يمكن إقامته في كل حالة هو قطعة المستقيم التي تربط رأس الزاوية بالظلع المقابل لها أحدد موقع هذا الجدار في كل حالة ما نوع الزاوية التي يكونها هذا الخط مع قاعدة المثلاث؟ الإجابة الزاوية التي يكونها هذا الخط مع قاعدة المثلاث هي زاوية قائمة ما نسمي قطعة المستقيم الممثلة للجدار؟ الإجابة تسمى قطعة المستقيم الممثلة للجدار بالارتفاع أتدرب ثالثاً ألاحظ رسم أرسم أحد ارتفاعات المثلث باستعمال الكوس الإجابة لرسم ارتفاع المثلث أضع ظلعي الزاوية القائمة للكوس على رأس الزاوية والظلع الثاني على ظلع المثلث المقابل للزاوية ثم أرسم أعيد نفس العمل باستعمال البركار الإجابة رابعاً أواصل رسم المثلث سين صاد عين المتقايص الزلعين حيث سين صاد يساوي عين صاد يساوي 5 سنتيمتر الإجابة أبني الارتفاع صاد واو الإجابة لهذا الارتفاع أكثر من خاصية ما هي؟ الارتفاع صاد واو يقسم المثلث سين صاد عين إلى مثلثين قائمين متقايصين هل تتوفر هذه الخاصيات في الارتفاعين الآخرين؟ أتأكد من ذلك الإجابة الإجابة الارتفاعان الآخران يقسمان المثلث سين صاد عين إلى مثلثين قائمين غير متقايصين خامساً أرسم قطعة مستقيم نون كاف قيص طولها بالسنتيمتر خمسة الإجابة أبني المثلث طاء نون كاف المتقايص الآخرين حيث نون كاف قاعدته رئيسية وطاء ميم الارتفاع الموافق لها وقيص طوله بسنتيمتر ستة الإجابة لبناء المثلث طاء نون كاف المتقايص الآخرين أقوم برسم الارتفاع أولاً والذي سيكون هو الموسط العمودي لنون كاف من ثم أحدد عليه موضع النقطة طاء والتي تبعد عن النقطة ميم ستة سنتيمتر بعد ذلك أصل بين الرؤوس الثلاث سادساً أبني مثلثاً متقايص الأضلاء قيص محيطه بسنتيمتر إثني عشر الإجابة مثلث متقايص الأضلاء قيص محيطه إثني عشر سنتيمتر يعني أن قيص الظلع الواحد يساوي أربع سنتيمتر أربع سنتيمتر في ثلاثة يساوي إثني عشر أبني ارتفاعاته الإجابة لهذه الارتفاعات أكثر من خاصية أتأكد منها وأصوغ استنتاجاً الإجابة نلاحظ أن نقطة تقاطع الارتفاعات تكون داخل المثلث وأن كل ارتفاع عمودياً على الظلع الذي يقابله ويقطعه في المنتصف سابعاً ألاحظ المثلث ألف باجيم أرسم ارتفاعاته الإجابة ثامناً ألاحظ رسم أرسم ارتفاعات كل المثلث الإجابة وظف أرسم مثلثاً سين صاد كاف الإجابة أرسم ارتفاعه كاف واو الإجابة أحرك النقطة واو على قطعة المستقيم سين صاد مع المحافظة على قيس الارتفاع لأحصل على مثلثات مختلفة الإجابة أذكر أنواع المثلثات التي يمكن أن أحصل عليها الإجابة إجابة في الحالة الأولى نتحصل على ثلاثة مثلثات كاف واو سين واو صاد كاف قائمين ومثلث عام سين صاد كاف أما في الحالة الثانية فنتحصل على كاف واو صاد كاف صاد واو وكاف سين صاد مثلثات عامة عاشراً أرسم كطعة مستقيم جيم باء قيس طولها بالسنتيمتر سبعة الإجابة أبني موسطها العمودي الذي يقطعها في ميم الإجابة أعين على الموسط العمودي نقطة ألف بحيث ميم ألف يساوي نصف جيم باء الإجابة أرسم المستقيم سين والمستقيم صاد الموازيين لألف ميم بحيث يمر الأول من باء والثاني من جيم الإجابة أرسم المستقيم طا الموازي لباء جيم والمار من ألف حيث يقطع المستقيم سين في النقطة هاء والمستقيم صاد في النقطة دال الإجابة أتأمل الرسم ثم أسمي مثلثين قائمي الزاوية أسمي مثلثين متقايسي الظلعين أسمي الرباعيات وأذكر نوع كل منها الإجابة المثلثين ألف ميم باء ألف ميم جيم قائمي الزاوية المثلثين ألف باء جيم ميم دال هاء متقايسي الظلعين الرباعين دال ألف ميم جيم ألف هاء باء ميم على شكل مربع الرباعي دال هاء باء جيم مستطيلاً ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر